السلام عليكم تشير قراءات لمراكز بحثية أن العام 2018 شهد ارتفاعاً كبيراً في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس وتنوعاً للعمل المقاومي ليشكل حالة استنزاف مستمرة للاحتلال وإعاقة لمشاريعه الاستيطانية في ظل هوسه الأمني وحربه المفتوحة مع المقاومين بحثاً عن توفير الأمن لمستوطنيه محاولات الاحتلال التي تركزت خلال السنوات الماضية في إحباط عمليات المقاومة ومحاولة منعها والوصول إلى المقاومين قبل تنفيذ عملياتهم ضربت في الصميم من خلال عمليات نوعية نفذها مقاومون تمكنوا من الانسحاب ولم تنجح كل قوى الاحتلال الأمنية في الوصول إليهم لفترات زمنية متفاوتة ويمثل أشرف نعالوى حفظه الله مثالاً على الفشل الأمني الصهيوني الذي منيت به قوات الاحتلال في هذا اليوم نناقش هل تنجح المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس في استنزاف الاحتلال الصهيوني مع ثلة من ضيوفنا الكرام فتفضلوا بالبقاء معنا اشتركوا في القناة يا كونس يا كونس الله هو أكبر أصرف مصر وليسي الله هو أكبر اش كذر جرحك ينسف يا قصانة يوال اللي خان طرابك مصانة الله بكتابه يا عرب وصانة على الأقصى والقدس العربية بصدي وعاجر على الأقصى والقديني من أقصى أرض وعرض وشيرك وجيني لو دنيش عمل قصى لحديني باجر تشرب شمسك يا قبيني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ارتفعت بالتزامن مع بدء الانتفاضة الثالثة عام 2016 والتي ورفت باسم انتفاضة القدس اذ شهدت ما يقارب 12 و 286 عملا مقاوما توزعت ما بين 210 عمليات اطلاق نار و 112 عملية ومحاولة طعن و 37 عملية ومحاولة دهس وتفجير 302 عبوى ناسفة اضافة الى القاء 1343 زجاجة حارقة تجاه قوات الاحتلال اعمال المقاومة تلك اسفرت عن مقتل خمسين صهيونيا واصابة اكثر من ستمائة اخرين تسببت جراح بعضهم بعاهات مستديمة وهو ما يؤشر على استنزاف قوات الاحتلال بشكل كبير في حلقة هذا الاسبوع يسعدنا ان نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام معي في الاستوديو الاستاذ بشار شلبي الكاتب والمتخصص بالشان الفلسطيني ومعي على الخط الهاتف اتباعنا الاستاذ علاء الرماوي الكاتب والمحلل السياسي من الضفة الغربية والاستاذ محمد حمادة المختص بالشان الصهيوني من قطاع غزة ونبدأ نقاشنا بعد مشاهدة هذا التقرير فقو معنا جسدت الضفة المحتلة اروع ملاحم البطولة بين انتفاضة الحجارة عام 87 وشهدت عمليات بطولية ضد جنود الاحتلال في انتفاضة الاقصى عام 2000 ولا تزال على مدار السنوات الثلاث الاخيرة تمثل هبة جديدة عرفت باسم انتفاضة القدس تسير بشكل متصاعد ونوعي مقاوم جديد ونهج يعتمد على الاستنزاف بشكل كبير ومباشر يخرج هنا وهناك بين الفترة والاخرى نماذج هذه النماذج تحول شخص عادي طبيعي مثل اي فلسطيني تعرض لكل الممارسات التي ذكرناها في السابق من اعتقال وابتزاز بالليل وهدم منازل والاعتداء على الاراضي والحقول وقص الأشجار الى قنبلة الى حالة هستيرية للعدو تتسم المقاومة في الضفة المحتلة باللا مركزية اي انها لا تأخذ طابع الحركات والفصائل في فعلياتها وانما تسير كفعاليات جماهيرية شعبية اتقاء الملاحقات الامنية المزدوجة لجيش الاحتلال والسلطة الفلسطينية وامعانا في استمرار الاستنزاف الواضح لدى قوات الاحتلال والذي يمارس في مناطق رخوة في خاصرة الضفة ضد الاحتلال مع عملية بركان قلبت هذه الفكرة والغتها وهناك من ينتقد سياسة التعتيم عن حقيقة ما يجري في الضفة الغربية والتغطية على بعض المظاهرات والاحتجاجات والرشك بالحجارة في الضفة الغربية خاصة في ظل تغول المستوطنين خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات دائمة مع المستوطنين وقطع لأشجار الزيتون فالضفة الغربية الخشى منها كبير طرف الاحتلال وتعرف عمليات الاستنزاف على مر العصور أنها تقوم في الأوقات التي لا تستطيع الحروب التقليدية بالقيام حيث لعبت عمليات الاستنزاف الفردية أدوارا غاية في الأهمية في استنزاف قوات الاحتلال وإفشال مشاريعه ومخططاته وقدم ضاجع راحتهم كما فعل الشاب أشرف نعالوة الذي لا يزال حرا طليقا عقب عملية طعن نفذها في الداخل المحتلة وعجزت وسائل الاحتلال المتطورة القبض عليه إذن هكذا تبدو الصورة في الضفة الغربية وفي القدس لم يستطع الاحتلال الصهيوني على مدار عقود أن يوقف المقاومة وتحولت فيما عرف لاحقا باسم أو بالمقاومة الفردية وحتى هذه المقاومة الفردية التي كما لاحظنا في التقرير أشرف نعالوة قام بعملية فدائية قبل تقريبا شهر من الآن وما زالت قوات الاحتلال تبحث عنه في كل مكان من الضفة ولم تتمكن من الوصول إليه الاحتلال أمام معادلات جديدة يفرضها الشعب الفلسطيني في ظل التغول الصهيوني الكبير أستاذ بشر أرحب بك معنا مرة جديدة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بحضورك وكما يصيدني أن أرحب بالأستاذ علاء الرماوي الكاتب المحلل السياسي من الضفة السلام عليكم سيد علاء أهلا وسهلا بك كما لاحظنا هناك مراكز بحثية تحدثت عن أرقام وعن مؤشرات مهمة في ضوء تغول الاحتلال الواضح وفي ضوء التعاون الأمن الفلسطيني هناك نتائج جيدة تفيد بأن الشعب الفلسطيني مازال قادرا على المناورة رغم كل الظروف التي تحيط بالضفة الغربية وبالقدس المحتلة ما قراءتك لكل هذه المؤشرات والأرقام التي سمعناها وقرأناها حتى الآن بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أستاذ يونس ولأستاذ علاء ولأهلنا جميعاً وللمشاهدين الكرام اسمح لي أن أشير ابتداءاً أن إنسان يحمل صفة الإنسانية يغتصب وطنه وشعبه يقبع تحت الاحتلال ومقدساته تتعرض للانتهاكات الدائمة واليومية وضمن مخطط واضح وجزء كبير من أهله محاصر وفتاة من بلدته تتعرض للإهانة واحدة تكفي لأن يكون الإنسان مقاوم واحدة فكيف إذا تجمعت هذه وغيرها فالوضع الطبيعي للفلسطيني أن يكون مقاوماً أي تغير هو مخالف للطبيعة الآن عودة الفلسطيني إلى طبيعته رغم ما ذكرت من هجمة صهيونية متماسكة بقوة الدعم وبقوة المال وبقوة الاستخبارات وبقوة مختلفة تتواطأ معها سلطة تحمل الإسم الذي يحمله شعبنا وهي فلسطينية سلطة فلسطينية تتواطأ مع هذا الاحتلال وتبذل جهود ربما مثل أو أكثر في ظل معرفة الفلسطيني للفلسطيني أقولها وللأسف في ظل أحياناً وإن كان ليس الآن ربما في السابق أنه بعض هؤلاء كانوا يشتركون في كهف واحد أثناء المطاردة ويتقاسمون رغيفاً واحداً أثناء المقاومة بعد أوسل واحد منهم أصبح موالياً للصهاينة ويتحرك على وقع أوامرهم والآخر مطارد للصهاينة في ظل هذا الواقع عودة الفلسطيني إلى ذاته مقاوماً لا شك أنها عنوان إنسانية عظيم عنوان انتماء لعقيدة كمان عظيم عنوان انتماء لعروبة عظيم هذا الذي تجسده الحالات ونحن عفواً كمتابعين ومحللين ربما في الإعلام نتفلسف بحق ربما لنتحدث عن المقاومة الفردية والمقاومة لا لا هو الشعب بأفراده بمؤسساته بالوضع الطبيعي اللي أنا ذكرتها مقاومة أي تغير هو الطارئ وهو نابع عن قوة غاشمة مفروضة من العدو مفروضة ممن يفترض أن يكون صديقاً أو شقيقاً وهذا ما حصل في الماضيه بلا شك أستاذ علاء هذه المؤشرات كما قلنا هي مؤشرات مهمة لا نقول عن عودة المقاومة من جديد إنما عن انطلاق جديد لهذه الجهود التي تتمثل في كون الشعب يبحث عن حريته ويبحث عن تحليل أرضه وهذه القضية المحورية في الصراع مع الاحتلال الصيوني فكيف يمكن النظر إلى هذه المعطيات التي رأيناها وكيف تتعامل معها من باب التحليل السياسي والأمني؟ نعم بعد ذا التحية لك والأسادة المشاركين والأسادة المتابعين نجد من هذه الإشارة إلى نقطتين مهمتين النقطة الأولى تتعلق بالأداء المقاوم بشكل العام في الضفة الغربية وهذا ما يسفد الاحتلال من الناسة عند العودة نرح في مركز الكدسة الإحصائية التي أشارت إلى رفض مضواطن وعدد المواجهات وحجمها واتفاعها في الضفة الغربية العمليات الغربية سواء فيما تعلق بالعملية الصعن فيما يطلب عليها الاحتلال الصيوني أو عمليات إطلاق النار نحن نتحدث في العشر سهول الماضية هناك أكثر من 4.642 حدثاً سنياً في مواجهة الاحتلال الصيوني هذا العدد في تراءات الاحتلال الصيوني هو متيامن بمعنى أن دائرة اشتساع هذه الظاهرة باتت واضحة ونحن على الأقل من خلال رصدنا في الضفة الغربية يونس أستاذ المجاهدين الضفة الغربية مظلومة في التغطية الإيمانية لمساحة الاشتبات مع الاحتلال الصيوني أنا قلت على أكثر من قضائية في الأيام الماضية بأن الإعلام يرفض على دائرة الحدث الكبير بمعنى الذي يخطط له دعوة وبناء على ذلك سنفحات المواجهة الأخرى التي تقع في الطفة الغربية في القرى والمدن الفلسطينية وعادة ما تحدث في الليل بمعنى عند اقتحام سواة الاحتلال الصيوني للأراضي الفلسطينية يشير هنا إلى القرى إلى المدن المتفضة بالسكان عادة ما يحفظ مواجهات ومواجهات كبيرة ونرصد على الأقل بشكل يومي ونغطي عدد استقاط المواجهة مع الاحتلال الصيوني والتي تزيد في الليلة الواحدة عن أربعة حفظة ومثل صامع الاحتلال الصيوني وهذا يعني أننا أنا مساحة من المواجهة المتراكمة مع الاحتلال الصيوني وهذا يعثر عن حالة التعافي ما بين الصيونين ومثل صد الاحتلال وهذا واضحا على الأقل من خلال مواجهة بانتفاضة القدس وما تلاها من الأحداث والتي رؤيتها بالأراضي والأراضي الثانية وهو وهو الأكثر المتحدث والتي تغيرت الضفة الغربية بواسع فرض السلطة إيقاعاً فياسياً يتماشى مع حالة الوطواء حادية في الوطرح الساحة الفلسطينية وهو المتحدث فقط والتي تحاول السلطة أن تذهب إلى تأغذر خلال سبسين الحكومة وغيرها من القضايا التي نعرفها لكن بالأسد هل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في القدس في المواقع المحتلة وذات المناطق المحتلة يؤمن بأي من النظريات وأنا أذكر أستاذ المشاهدين لأن مساحة الإجماع من خلال الاستطلاعات المختلفة للغاية على الأقل لا تعطي أي من الوثائل التي ترفعها على الأقل جماعة الفلسطينيين ومتعلقة بالفاوضات وغيرها ويتضرب بتأييد قصة من 13% من مساحة المجتمع الفلسطيني يعني ذلك أن كل ما صنعت في الأراضي الفلسطينية من بشراء بايته هو حاولت سلطة الدين السورة من خلال قولة الناس على مشروعها عبر المحال الرواسط وما تعلق بالقروب المفتوحة وحالة استطيلات القائمة في الضفة الغربية لم تعد الاعتبال بالسلطة القائمة على أرحادية المنهب هو ما عرضها بالفتال الجبلوماسي ما بين قوسين والذي بات يعني يشكل حالا من السندر الفلسطيني بمعنى النقطة الداردة الفلسطينية من الآن الأغنية التي خرجت في فترة من الفترات الضع ليمون، الضع تفتاح، الضع مجاف والتي وطيت بالاعتبار إلى حالة استمدر من أداء السلطة الفلسطينية لكن الأهم أنا برأيها، الأهم من الأنقام والأهم من الحالة الحسابية الأهم هو الحالة الفكرية الناقدة والكبيرة من أداء السلطة الفلسطينية في جانب التعاطم عن المتاومة من حالة المتاندة فلسطينية من تابع مثلا قبيل أشفحان وأحد المطاردين على دكامة العملية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية بلدة شويكة تعود تقريبا خمسة آلاف مواطن تلسطيني في التوصفة الغربية عندما نتحدث عن هذا نموذج أهل القرية التمعين يخرجون إلى بيت المطارد يعتكفون في محيطه يخطبون يصليون للجمعة يمجدون نموذج المقاومة التلسطينية معنى ذلك أن هناك إجماعا تلسطينيا على هذا الشكل وعلى هذا النوع من الأداء الفلسطيني أو استمرار دعم المقاومة الفلسطينية وبناء على ذلك الخلاصة والاستثار يونس لأن الثقة الغربية ليست يعني ليست أقصى من ثقاطات الخطيئة ما بين قوسين التي قامت فيها السلطة وإنما السلطة تتحمل مسؤولية النتائج على الأرض التي حدثت بعد أصدو والتي تسببت في حالة كارثية الآن في الواقع الفلسطيني أشكرك على هذه الإضافة سيد علاء أرجو أن تبقى معنا أستاذ بشار يعني نبقى في نفس المحور المسألة مسألة الثقافة وكما تفضلتم بتأصيل الموضوع الأساس أن يقاوم الشعب الفلسطيني جزء كبير من هؤلاء الشباب الذين يقومون بعمليات من هذا النوع اللم يكن معظمهم هم من الذين ولدوا ولشأوا في عهد أصله يعني لم يشاهدوا أو يلحظوا اشتباك حقيقي مع الاحتلال قبل قيام السلطة إلا في انتفاضة الأخصى وعند ذلك الوقت ربما كانوا أطفالا الذي يقوم بعملية مثل أشرف في بداية الأشرينيات وبالحقيقة في مختبر العمر كيف استطعت المقاومة الفلسطينية أن تنجح في الحفاظ على ثقافة المقاومة وتنميتها لدى الشعب الفلسطيني والذي دفع الناس إلى التحرك تلقائيا بشكل فردي هذا ما نعنيه إلى القيام بهذه العمليات أمام ضخ رهيب من السلطة الفلسطينية ومن الأجهزة الأمنية الصهيونية والثقافية كذلك والأمريكان الذين دعموا فكرة أن يصنعوا الفلسطيني الجديد هو لا شك أنه هذا فشل هذه الأدوات بين قوسين الجبارة فشلها نعم أمام نهر المقاومة المتدفق من الشعب الفلسطيني بحق مهما كانت المعيقات والعوائق والحواجز التي تحاول تحد من تدفق هذا النهر أو تحرفه عن مساره وقد تنجح هنا أو هناك لأنه حجم الجهود التي تبذلها الجهات التي تفضلتها كبير جدا كبير جدا وفي مقاييس الأدوات والقوة لا يوجد مقارنة على الإطلاق فهذه أول نقطة أنه فشل لهذه الأدوات النقطة الثانية أنه سبب الفشل مرتبط ليس بعجز هذه الأدوات وإنما بقوة الشعب الفلسطيني وبقوة أبناء الشعب الفلسطيني وبالمناسبة حضرتك تفضلت عن العمليات الفردية والإشارة لها بحق على نموذج مقاوم بطل أيقونة جديدة من أيقونات الشعب الفلسطيني اسمه أشرف نعالوة لكن هلابد أن نتذكر أن هذه الحالة كانت متكررة ومنسوخة وطنيا حتى لدى فتيات فلسطينيات سواء كانت مقاومتهم بالسكينة أو كانت مقاومتهم عبر الرباط في المسجد الأقصى وعبر التصدي للعدو الصيني لأن كلها هي أشكال مقاومة لكن أنا لابد أن أذكر أنه هذه الفئة من الشباب والشابات الذين نشأوا أو ترعرعوا أو ولدوا ربما بعد أوسلو هؤلاء تشربوا إنسانيتهم المقاومة تشربوا انتماءهم العقدي والقومي المقاوم هؤلاء هكذا تولدت لديهم المقاومة لكن لا بد أن نشير أن بقاء روح المقاومة الرافضة لأوسلو متمثلة بعمل مقاومة سواء كان فصائلي بمعنى الكامل أو جزء من فصائل بمعنى الجزئي أو غير ذلك هذه حالة إلهام يعني لا نستطيع أن نفصل وجود حركة مقاومة زي حركة المقاومة الإسلامية حماس أو حركة الجهاد الإسلامي أو مجموعات مقاتلة زي مجموعة أبو الريش سابقاً أو زي مجموعات الأقصى اللي ما زال لديها إمكانية للمقاومة أو رغبة في المقاومة أو قرار بالمقاومة لا نعزله عن بث روح المقاومة والإلهام الحقيقي اللي بتتلقى أبناء الشعب الفلسطيني ما فيه فصل ولا فيه عزل ويجب أن لا يخجل أبناء الفصائل وقادة الفصائل من أن يكون هذا الكلام حقيقي هذا شعب متماسك واحد اليوم أنا أريد أن أشير لك إلى أنه الحديث عن المناضل المقاومة أشرف نعالوي والبعض يعني أرهق نفسه بأنه فرد وليس له انتماء ليست قضيتنا أنه إله انتماء أو ما إله انتماء أقول لك ما هو انتماءه على الأقل أنا باعتبر أنه فيه تنظيم جديد فيه تنظيم جديد اسمه شويكي لأنه هذولا التنظيم الجديد اللي اسمه شويكي وربما هو تنظيم متجدد وليس جديد هذا هو شكل الحاضنة المادية والمعنوية لأشرف نعالوي والثقافية لا شك عندما يخرج أبناء وبنات شويكي وأم المناضل المجاهد أشرف وتتحدث بافتخار عما قام به ابنها وعما قام به ابنهم ويشعرون بتميز بلدة عدد سكانها قليل قريبة من فلسطين المحتلة عام 48 قد يفصلها عنها بضعة كيلومترات خمس أو ست كيلومترات هذه الثقافة هذه المعاني هي اللي بتأكد أنه المقاومة وروحها وممارستها قادرة على أن تتحدى دايتون وأمواله وتتحدى الكيان الصهيوني المحتل وتتحدى اللي بتماهى مع الكيان الصهيوني تحت ذريعة التنسيق الأمني أو تحت أي ذريعة أخرى وتبين موقف الشعب الفلسطيني بكلياته بمكوناته وبأفراده من هذا المسار الذي يعني وللأسف يعتبر بقعة عار في صفحة مشرقة من صفحات جهاد ونضال شعب على مدى حوالي 100 عار أشكرك سيد بشر اسمح لي بسؤال أخير أستاذ علاء حتى لا أطيل عليك ما أشكال الاستنزاف التي يمكن أن تركز عليها المقاومة الفلسطينية بأنواع المقاومة المتعددة بحيث فعلا ترهق الاحتلال وتشعره بثمن كبير يدفعه من جنوده ومن مستوطنيه هذا سؤال أنا أقض لما يكون الاحتلال الحيوني الاحتلال الحيوني يخشى من دائرة ما يعرف بالمقاومة الشعبية المتسعة في الأراضي الفلسطينية على شكل ما يجري في قطع غزة هذا التقوض بات كبيرا وعلى الأقل شهدنا نموذجا في الضغطة الغربية شكل حالة إلهام حتى لما جرت في قطع غزة وهي انتصادة البوابات على بوابات المسجد الأطفال لما حضرت الجنهير المقدسية في مواجهة القرارات الصيونية والتي مجحت في إسقاط قرارات الاحتلال أغلبت بوابات المتاجد ثم انتشرت في سوارع المدينة ثم عادت الاحتبار لدائرة ثقافة داخل المجتمع الفلسطيني أن دائرة الكتلة الجنهيرية الشعبية قادرة أن تعيد تصويد مصار الشعوب والتي عادة ما يصيب نوع من اليأس بهذه المرحلة ثم تطور نموذجا كبيرا في قطاع غزة وهذا نموذجا بقطاع غزة نوشيرونها إلى منتظار العودة يفرض جموضة قاقية على الاحتلال يفرض الاحتلال في كل الزوايا يستدعي الأطلين ودول كبيرة مثل الولايات المتحدة وغيرها الحديث عن آلية التعاطي مع حصار قطاع غزة ثم تتدخل الأمم المتحدة عبرنا بوطين ثم تتدخل روسيا وتتحدث ألمانيا وأوروبا في مسألة كيف يمكن أن نعالج الأوضاع التعاطي للتعاطي الضغطة الغربية لدينا بعض النماذج المماثلة بشكل أو بآخر على الأقل أثور إلى حادثتين عندما كانت هجمات المستوطنين بعد حرف عائلة أبو خدير ثم عائلة دوابشة كانت هناك لجانة الشعبية 11 بشكل كبير وتتواجد على تقوم القرى الفلسطينية مع عاد الاعتبار لشكل من أشكال الانتفاضة الأولى ثم الحاديث الزناني عندما كانت الحرب الأكيرة على السعر الزنزة وحالة تكاتف الكبير التي حدثت في خود المطيرات في الضخة الغربية شكلها أثن كبير من الاحتلال لأن الأمور قد تتغير وتنطلب للنقضة إلى أخرى معنى ذلك بأنه الذين يريدون للحالة الفلسطينية أن تكون موصمية النضال كما هي الآن في بالعين والإعليم والمناطق المختلفة ثم الحالة النقيضة التي ترى بأن المقاومة الشعبية في تطورها وستعي يمكن أن تبدأ منهجاً مهماً في إدارة هذا النموذج أنا برأي أن أتعب في الآن من هذه الناجحة الآن تتعب في غزة والتي نجحت في مدينة الكتش والتي أعطت قدوراً أيضاً في مواجهة ما يعرف بقانون القومية في الأراضي القتلة وإن خبت هذه الأمور لكن أنا برأي لأن متاحة الانفجار التماهيري بظل الانكفاء السياسي الحاصلة بالضغط الغربية والفشل السياسي في مضيحة السناكة لا نتطورها على ذلك نعم أشكرك أستاذ على الرماو الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من مدينة رامالله نذهب إلى فاصل اللي هو عبارة عن فيديو كارتون لشكل من أشكال المقاومة وكيف ستهزم هذه المقاومة والتي تعاد مقاومة سلمية لشعب أعزل جدراني لاحتلال الصيوني ثم نعود للنقاش ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا بكم من جديد عزان المشاهدين إذن هكذا تبدو صورة مقاومة الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة الشعب بكافة شرائحه وخاصة بشريحة الشباب يقاتل من مسافة الصفر كما عودنا المقاومة الفلسطيني أستاذ بشار اسمح لي أرحب بالأستاذ محمد حمادة الخبير والمتخصص بالشأن الصهيوني معي من غزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحياك الله أحياك الله أستاذ محمد كنا نتحدث عن أشكال الاستنزاف وأن هناك مشكلة حقيقية يواجهها الاحتلال في هذه الفترة وخاصة أن هذه العمليات تتراكم وتتراكم رغم الجهد المبذول في المقابل لإيقافها أو لمحاولة ضادعة قدرة الشعب الفلسطيني والمقاومة على المواجهة مع الاحتلال أريد أن أسأل تحديدا عن مقدرة الشعب الفلسطيني على إنجاب أمثال هذا الشاب أشرف وغيره من الشباب وهذا الاحتضان الشعبي الجماهيري الهائل والرائع الذي يحتضن المقاومين حتى اللحظة الأخيرة ورغم كل الأثمان التي يمكن أن يدفعوها بماذا تعلقون عليه؟ نعم هو ربما بشكل أدق الاحتلال لم يواجه هذه المشكلة الآن فقط وإنما هي حالة موجودة دائما متجددة في الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني لم يخدع نفسه في لحظة من اللحظات يقول إن ثورة واحدة وانتفاضة واحدة سوف تحقق له التحرير وإنما على مدى سبعين عام ثوج الشعب الفلسطيني جهاد ونضال بثورات وانتفاضات هي سلسلة منتدة إلى أن يصل إلى التحرير لذلك المحتل يعرف جيدا بأن ويعرف أكسب هنا ناحية مهنية ما يملك من معلومات وما يملك من استخبارات على الأرض يرى هذه النار التي ربما أشار إليها الشهيد مازل فقهاء عليه رحمة الله في الفاصل الأخير الذي نشرتمه قبل قليل حين قال تغلي المعادل ذاويات الفترة حتى تستثور فيطح البركان هذه المعادل التي تغلي في باطن الأرض يراها جيدا هذا المحتل وهو يعلم أنها موجودة لكنه حاول في لحظة اللحظات أن يسوق وأن يخدع هو نفسه فقط أن يخدع نفسه بأن يقول إنه أمام مرحلة جديدة من محاولة إنتاج فلسطيني جديد وضعي جديد عبط ما يسمع اقتصادي أو تنفيق أمني أو مشروع دايتون بلير وغيرها من المسميات إلا أن حقيقة الأمر على أرض الواقع كان يواجه في كل لحظة محاولات تنفيذ عمليات كان يواجه في كل لحظة حول تسكيل خلية وبناء بناء بنية تحتية للتقاومة سواء كانت مقاومة فردية أو مقاومة رعاها تنظيمات فلسطينية هناك في الضفة الغربية هذه المعلومات كما يراها لذلك هو لم يملت أمام هذه الحقيقة الثابتة أرى أن المقاومة تتجذر في وعي الشعب فلسطيني سوى أن يصف سياسة وستراتيجيته في مواجهة هذه المقاومة بوصفها بجز العشب فقط هي مكينة جز العشب لن يستطيع اجتفات هذا العشب هو يقوم بجز العشب لذلك نعم هذه الحالة الموجودة المتجددة في هذا الشعب الفلسطيني في مرحل المراحل بسبب قطوة التنسيق الأمني وقوة تأثيره لأنه يقتل من مقتل يقتل من الداخل يعني يقتل هذه المقاومة من بين صفوفها ومن داخل بيوتها وبسبب قوة الاستبار الأمني الصهيوني ربما مرت مرحلة من المراحل على الطفل الغربية لم يكن هناك عمليات لكن تبددت هذا الوهم مع انتفاض القدس 2015 ثم بعد ذلك ما تلاها من تطوير للعمل الفرد الى ان يصل ان المنسد الفرد لم يعد يرضى بان يخرج ربما بستكين تارفة وغيره وانما بات يخرج بفطعة مصلحة مصنعة محليا او بحجام مصنعة محليا تأثيره ليس بالكبير لكن لا شك انه له تأثير كبير تراكميا اذا عندما سألتني كم يستطيع هذا الشعب ان يولد من امثال هذا المطارد الفز الشعب الفلسطيني قد ولد وفي الضفة الغربية العشرات من امثال اشرف معالوي العشرات امثال محمد الفقيم ومصباحة الصيح ونشأة ملحا وجبالين وغيره من واحمد جرار واستاذ محمد واحمد جرار نعم يعتقد ان الاوضاع فعلا قابلة للانفجار في المستقبل القريب وبان هذه العمليات هي تنذر بانفجار حقيقي فيما لو توفرت ادوات المقاومة الفعلية وخاصة ان هناك عدد المواجهات وإلقاء الحجارة والقنابل والعملات الدهس وغيره والطعن هي في الحقيقة ارقام لافتة للانتباه هل تعتقد ان الاوضاع بالفعل نظرا لهذا الانغلاق السياسي والتغول الامني والعسكري في الضفة والحصار في غزة قابلة للانفجار في الضفة لا شك بانما ذكرت من عوامل فكي يسرع في هذا الانفجار الذي هو لا محال قاتل باسم الله عز وجل المسألة ليست انما سيكون انفجار لا سيكون انفجار باسم الله وهذه العوامل ستسرع فيه لكن بغض النظر عن موجود هذه العوامل الشعب الفلسطيني ضرب اروع الامثلة في امن انفجاره القادم والشرر الذي يندر بهذا الانفجار القادم كان يتطاير بين الفين والاخرى في عملية هنا وعملية هناك نتحدث عن عمليات على انتداد انتفاضة القدس وما تلاها من عمليات الى ان وصلنا الى عملية اشرفة عالية كل هذه تؤكد نعم انه تمت انفجار قادم وهذا الانفجار يقرأ جيدا المحتل الصهيوني قراءة نهنية عندما يأتي نداد ارجمان رئيس الشباكة الصهيوني جهاز المخابرات العامة الصهيونية ليقول بان الهدوء في ابضفة الغربية بوضطين وهو تلاعب بكلمات تدين مشاكير بمشاكير يعني خداع كاذب ومشاكير اي انه يذكر اي من يظن بانه تمت هدوء ويخدع نفسه اذا هذه حقيقة بالارقام يطرحها نداد ارجمان رئيس المخابرات العامة امام حكومته ويقول احبطنا اربعمية وكذا عملية اعتقلنا خمسمية وكذا شخص حاول تسيط عملية قمنا في منع آلاف عمليات ما سمناها بالارهاب الارهاب الالكتروني اذا هذه الارقام تأتي الى جانب ماذا الى جانب ارقام اكبر منها من عمليات مجحة اذا لا نحن امام نعم انتجار ينزر في القدوم وامام حقيقة ثابتة لانه مهما حاولوا ان يعني ربما المثال اللي ذكرته في سياك ان طريبا كلامك عن حصار في غزة نحن لدينا النموذج القريب على حدود الشرقية لقطاع غزة كان هناك اصحاب حق عزل بصدور عالية خرجوا واجهوا مدجج مؤلل مدرب تقت من خلفه كل قوة ظلم على رأسها الولايات المتحدة الامريكية وللأسف الشديد على رأسها من غنوا وطبلوا اليوم للمحتل لاسرائيل كتش هذا الوزير الحافظ الذي يكره العرب غنوا له بالسيوف يا هنب البيت هذا الاعزل في الحدود الشرقية امن ذلك الجندي تطاع هذا بقوة حقه ان يفرض على ذلك بما يملك من سلاح شروطه وقد رأينا ما حققته هذه المسيارات العودة اذا بصورة اوسع في أبضطة الغربية المجاهد هناك والفلسطيني هناك يستطيع ان يؤذي المحتل في مقتل ويستطيع ان يؤذيه اضعاف مضاعفة مما يستطيع الشخص في غزة هنا وهذه ايضا حقيقة يقربها المحتل لذلك هم يشعرون بالخطر الداهم الذي يقرؤونه في أبضطة الغربية اشكرك جزيلا استاذ محمد حماد المختص بالشان الصهيون استاذ بشر يعني فعلا كل هذه المؤشرات تفيد انه على وضع قابل الانفجار وان الاحتلال الذي تغول سيدفع الثمن ربما قريبا هل تعتقد ان الوضع الاوضاع مهيئة لذلك لا كل احتلال لابد يدفع الثمن حتى سقوطه ما لم ينهزم صاحب الحق واضح ان الشعب الفلسطيني عنده قرار وهذا القرار قرار ربما في الجينات وليس فقط في التعبيرات انه ما في هزيمة في انتصار ان شاء الله تعالى وبالتالي لا هو المعركة النيران البركان تثور تخمد تأتي من انتظرها بعد شهر بعد سنة معادلة الثورة ومعادلة التحرر لا تقاس بهاي المعايير صحيح المعاناة صعبة وصحيح التضحيات كبيرة لكن بالنتيجة ما لم ينهزم الشعب ما لم ينهزم صاحب الحق فلابد ان يندحر الاحتلال وهذه المؤشرات اللي نحن نراها فلسطين تعرضت للاحتلال الصهيوني من عام 1948 يعني احنا الان سبعين سنة ويزيد ومع ذلك ما زال فيه هناك مقاومة الآن هل يمكن انه احنا نستقرأ من واقع المقاومة والاعمال المختلفة انه فيه تطور وفيه انتقال لمراحب ربما ولكن نحن نعرف انه في جو الاحتلال وفي ظروف واللي علمتنا لو فقط تناولنا الامر من بعد الانتفاضة الاولى عام 1987 الى الان لو فقط عملنا قراءة في هذا الاتجاه سنرى انه في كل محطة وفي كل وقت تخرج وقاعة واحداث وابداعات وبالتالي يمكن انا قلت سابقا في هيك لقاء انه الشعب الفلسطيني يتنفس مقاومة يعني اليوم بيقاوم بالحجر وبكرة بالسكين وبعده بالبندقية وبعده بالنفق وبعده بالعملية العسكرية وبعده بالصاروخ والحبل على الجرار لن يتوقف وانا بس اسمح لي اقل من 20 ثانية انا لمد ان اشير الى انه العدو الصهيوني قام باكثر من 22 عملية مداهمة الى قرية عدد سكانها نصب اكثر من 20 حاجز داخل وعلى اطراف هذه القرية عشان هيك انا قلت لك يمكن معنويا نقول فيه تنظيم اسمه شويك هذا العمل المقاوم الي وجد هذا الاحتضان من اهل القرية لا بل من اهل فلسطين في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين لابد ان يحقق التصار اشكر جزيلا استاذ بشار شلبي المتخصص بالشأن الفلسطيني كما اشكر بقي الضيوف الذين كانوا معنا في هذه الفقرة التقيكم بعد فاصل قصير والموضوع اخر فابقوا معنا مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 1283 افقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الالكتروني عبر الانترنت اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في زهرة المدائن دعونا اليوم نتعرف على المرابطات المقدسيات وعلى الدور الذي يقمنا به من أجل حماية المسجد الأخصى المبارك ومدينة القدس فإلى هناك الاحتلال بداية من هبة الأصباط عندما حاول وضع مسميات احتلالية من بوابات وكاميرات وغيرها من المسميات الاحتلالية كما الاقتحام كما الشرطة كما كل هذه المسميات الاحتلالية حاول منذ تلك الفترة تغيير الهوية المقدسية وفرض إدارة صهيونية على المسجد الأخصى وهوية صهيونية يهدي على المسجد الأخصى ولكن أثبت المقدسيين في تلك الفترة وفي ذلك الوقت للعالم أجمع وللاحتلال بأن الاحتلال لن يستطيع تغيير الهوية المقدسية مهما كلف الثمن على الرغم من أن المقدسيين عددهم قلة ويدافعون عن أقدس مقدس في العالم إلا أنهم أثبتوا عكس ما كان يتوقع الاحتلال وهاهم الآن في فترة إعلان قرار ترامب يؤكدون للعالم مرة أخرى بأن مدينة القدس مدينة عربية إسلامية تاريخية لن يستطيع الاحتلال ولا من يواليه من حكومة ترامب وغيره من من يوالي الاحتلال بأنهم لن يغيروا الهوية المقدسية إذ أن هذه الأرض نفسها تتحدث عن هويتها الأصلية وعن هويتها الحقيقية التي تتغلغل في عمق هذه المدينة العربية الإسلامية يا يعلون ويا يعلون يا يعلون ويا يعلون إلا الأخذ ما بيهون إلا الأحصر ما بيهون إستاذ يا روز المال من كبار شاسب يتوقع من أكثر لازم يتحرر من أكثر لازم يتحرر نداء المقدسيين والمقدسيات في بيت المقدس لإختارهم ربنا ليكونوا من سكان أهل هذا المكان وهو ملك للجميع بأنهم بدلوا الغالي والنفيس بدلوا الأرواح بدلوا الدماء بدلوا الأوقات وقفوا بأجسادهم العارية أمام قوة الاحتلال بكل ما يمتلكه من عتاد ومن جهاز مخابرات ومن حكومة الاحتلال وقفوا أمام هذا الاحتلال بكل ما يمتلكه من قوة لهدافعوا عن أقدس مقدسات الأمة وهو المسجد الأقصى وبيت المقدسي الذي ليس هو بمدينة عادية وليس بمسجد عادي إنما هو ملك لكل المسلمين والعرب وحتى المسلمين في كل العالم العربي والإسلامي الاحتلال سيستفرد بالمقدسين إن بقولوا وحدهم هذه المسؤولية وهذا الواجب هو واجب على جميع المسلمين في كل العالم العربي والإسلامي فليقوموا بواجبهم تجاه أقصاهم وتجاه بيت المقدس حتى يجدوا معدرة أمام الله على الرغم من قلة عدد المقدسيين الذين يقفون أمام هذا المحتل عند درجات باب العمود بشكل خاص نحن نشهد يومياً وقفات ومسيرات واعتصامات من قبل مجموعة قلة من المقدسيين الذين استطاعوا وتمكنوا أن يصلوا إلى هذا المكان واستطاعوا حتى أن نزور إلى درجات باب العمود نحن نرى بأن الاحتلال يقيد دخول الشباب بل ويمنع أحيان كثيرة بل ويأخذ إجراءات استباقية لمنع أي تظاهرة أو أي وقفة أو أي مسيرة أو أي تضامن أقول لهم على الرغم من كل هذه التضييقات يقف قلة من استطاعوا الوقوف على هذا المكان وأقول لمن يستطيع في العالم جميعاً أن يدعم المقدسيين يدعم صمود المقدسين وثبات المقدسيين الذين يقفون كخط دفاع أول ليحموا قلعة صمود المسلمين جميعهم أن يقوموا بدورهم ويدعم المقدسيين مادياً ومعنوياً بكل ما أوتوا من قوة كان للمرأة المقدسية وللمرابطة المقدسية والفلسطينية دور كبير إذ أنها وقفت جنباً إلى جنب مع الرجل المقدسي ومع الموجات فوجدنا اليوم بسنوات الأخيرة المقدسية الأسيرة والشهيدة والجريحة لا يكاد يخلو بيت من أسيرة أو من جريحة أو من أم شهيد أو أم جريحة أو أم أسير كان لها دور كبير وفاعل وأثبتت للعالم بأن المعادلة التي تقول بأن الإناث ضعيفات أو السيدات غير قادرات على الوقوف أمام هذا المحتل أثبتت للعالم كله بأن نساء المسجد الأقصى ونساء القدس قهرت الجيش الذي يدعى بأنه لا يقهر فعلت ما لم تفعله وما لم تقوم به جيوش العالم العربي الإسلامي كله أما أنا للأمة العربية والإسلامية أن تقوم بمسؤوليتها تجاه المسجد الأقصى إذ أن اليوم القدس تعاني من أقصى مراحلها مع بني صهيون وبالمرحلة الأخيرة من مراحل تهويد هذه المدينة المقدسة بدأ الخطر يعني في آخر مراحله لذلك الآن الوقت لتقوموا بمسؤوليتكم تجاه أقصاكم وبيتي مقدسكم خطر داهم خطر قائم خطر حول القدس يدون يا ملايين الصمت العربي صرقات من جبل الطول خطر داهم خطر قائم خطر حول القدس يدون واليوم تحكي مدينة طبرية حكايتها مع التاريخ الحضاري الممتد فلنتابع مدينة طبرية هي أول مدينة فلسطينية سلمها البريطانيون لليهود تقع في الشمال الشرقي من فلسطين على شاطئ بحيرة طبرية الغربي على مسافة مائة وستين كيلو مترا من مدينة القدس بنيت المدينة قرب مدينة الرقة الكنعانية وأطلق عليها اسم طبرية إكراما للامبراطور الرومني إباريوس قيصر فتحها المسلمون عام أربعة وثلاثين وستمائة للميلاد على يد القائد شرحبيل بن حسنة وكان لها شأن كبير في التاريخ العربي فكانت العملة الطبرانية هي المتداولة حتى جاء خالد بن الوليد وأمر بضرب النقود الإسلامية اتخذ الطبرية إثر الفتح الإسلامي لبلاد الشام عاصمة لجند الأردن استولى عليها الصليبيون في القرن الحادي عشر واستردها منهم القائد صلاح الدين في موقعة حطين توالى على حكمها العثمانيون ثم حكمها ظاهر العمر والي صيدة ومن ثم استولى عليها نابليون بونابرد أثناء حملته على مصر والشام ثم خضعت للحكم المصري بعد ذلك بنيت مساكن طبارية من أحجر البازلت السوداء التي كانت تأخذ من منطقة المقاطع غرب المدينة اعتمد سكانها في معيشتهم على الزراعة والصيد وامتلك بعضهم الزوارق لصيد الأسماك من البحيرة اعتمد السكان على عين أبو عيشة للتزود بمياه الشر حيث جرت إليها بالأنابيب في حين استخدموا مياه البحيرة العذبة لجميع الأغراض الأخرى بعد وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني وجه اليهود أنظارهم إلى طبارية حيث بدأت أفواج اليهود بالتوافد والاستقرار فيها وتعتبر من أولى المناطق التي تدفقت عليها موجات الهجرة اليهودية في العام 48 نشبت المعارك بين السكان العرب والمهاجرين اليهود وانتهت باستيلاء اليهود على المدينة بمساعدة القوات البريطانية المرابطة فيها والتي قامت بإجلاء السكان العرب إلى الكنائس والجوامع في مدينة الناصرة فاندفع اليهود إلى بيوت العرب ونهبوا ما فيها تغيرت معالم المدينة بعد عام 48 فقد قامت السلطات الصهيونية المحتلة بهدم الأحياء العربية وأقاموا في مسجدها الجنوبي جامع الجسر متحفا محليا قامت الصهيونة بتوسيع وتجديد مستعمرة قريات شموئيل وأحاطوا المدينة بعدد من المستعمرات أهمها كنيرت ويفنيئل وروش باينات وجسر بنات يعقوب كانت طبارية قبل حرب ثمانية وأربعين مقسمة إلى شريط ساحلي ويضم كل من محطة الزوارق وجامع الزيدان والأماكن الممتدة من المسلخ إلى الحمامات المعدنية القسم الأوسط ويضم كل من المشفى الرئيسي والمستشفيات الموجودة للإرساليات كما يضم مبنى قديما للحكومة والسوق الرئيسية التجارية القسم الغربي ويضم أراضي المقاطع وهي الأماكن التي يتم فيها تقطيع الحجارة ويضم أيضا أراضي زراعية من أهم معالم طبارية حماماتها الشهيرة ذات المياه المعدنية الحارة التي استخدمت وما زالت للاستشفاء وقد أنشأ الكنعانيون عندها مدينة حمات ومعناها الينابيع الحارة تمتع سكان طبارية بمستوى تعليمي جيد وذلك لتوفر الخدمات التعليمية التي قدمتها المدينة لساكنيها ولابد عند ذكر طبارية أن نتذكر سليمان بن أحمد الطبراني أحد علماء الإسلام والذي نسب إليها بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع إلى لقاء في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله